السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعة للفتح اوعى تنسوا اللايك وتتصاعد الأجواء وحاجات كاريسية بنسمعها وابتزاز ومفترية عايزة تعمل فهمة اكيد شغالة مع محامي فرنسي قوي جدا عايزة تورط مدام معبير في قضية ابتزاز وبتقول انها مصوراني عريانة فطبعا انا مش هقول لكم الكلام ده ازاي يعني بتقول لها انا حسيت انها صورتني صورتك ازاي طب بالفرد حتى انها صورتك هتسيب الصورة ولا تقول لها ورين المباني انت صورتني ايه وبتقول لها انا مش عارفة صورتني ايه تاني يعني انا مش عارف حل حنلاقي صور في اللي جاية انا يا جماعة يعني والله ليس دفع عن عبير عبير مهش مثالية وانا مش مثالي بس لا يمكن تكون دي اخلاقها يعني معقولة واحدة ما لكنت عايزة تبات عندها ليه لما انت خايفة انها انها صورتك وزي ما بتقول لي وانت قلع ومش عارف ايه بتقلعي او في حاجات بين انا ما عرفش ولا ربنا يسطر طبعا حاجات لا نتمناها ابدا اه وربنا يسطر في اللي جاية اكيد عبير حتردت لها ردت قبل انا يعني مطلع بس انا هقول لك حاجة يا مفترين ومش هكملها بس اكيد الطرف الاخر بيسمعني ويعرف لو انت واكيد هيتوصل معايا يوم ما رحت باريس انت وبنتك وقلت يوم ايه انت كنت ريحة ليه ليه محسين وقابلت مين وعملت ايه يوم ما كان معاك بنتي فاهمة عملت ايه عارف ماشي انت ما فيش حاجة سطرت بها حاجة ما فيش حاجة اسمك ما قلتهاش ما فيش حاجة اسمها مش متصربة لكي حتى يوم باريس اللي انت قعدت فيها تمانية واربعين ساعة بحتي اقرب الناس ليكي بحتي تعرفت قوليلي ما فيش واحد مصري عمره لا امرأة ولا راجل بتعملوه مصطفى المغربي انيس ما عرفش مغربي اخر ولا تنسي محترمنا طبعا لكل اخواتنا المغربة ماريا الرومانية سيرينا اهارونا بن العزرة اسرائيلية اه ما عرفش بتقولي فرنسية اللي ايه امو شعر اصفر دي لس يا حلو اوه امو حسن بتقولي جميلة ماشي عمري ما شفتوكم اه الميسيو اللي بيعايط عايز عايز يمسر عايز يحضر اللي انت مطلعه في نص دقيقة لما الفيديو بتاعك سقط مطلعه وهو بيقول له اه مش عارف يا سلاة عمري ما شفتوكم بتعاملوا حد مصري ليه ليه عاملين هذا السياج حواليكم نيجي نطعر امرأة كنا عندها ونقول تحيا مصر وانها بتقوي سياسيين اه انت بقى خيالك جاي انها بتروح قطر وبترجع من قطر على اسفانيا في ايه يا جماعة ده احنا ده قطر دلوقتي بتتعاول مع مصر افضل تعاود وبدليل الوديع الاخيرة بتاعتها لها مدت فيها وقالت بدون فواية حاجة زي كده والرئيس السيسي عمل علاقات جيدة جدا دلوقتي ما بين قطر وما بين تركيا وما بين اسفانيا ولكن هناك قوانين واجراءات ما ينفعش ان احنا نستلم هذا الولد الخمرج الهارب الساكير اللي 24 ساعة في الخمرات والحنات والبراد بتاعت اسفانيا حنشيل بقى مدام عبير انها بتقوي مين ثانيا ما معناه انك بتقولي ان زوجها اه سري جدا جدا ما انت روحت المزرعة وعرفت بس هي كانت اه اه ادادة بتاعت اولاده وتجوزها حاجات يعني يعني حاجات صعبة جدا وانه بيدها ميتين دولار بقى هي عشان يا يا سلام بقى بيدها ميتين دولار وكلابها في الشهر بتاكل بثلتمت دولار ده انت فكرتيني بالمتزوجون لما مرتى يا سامير غانم كان اسمها الشريهان لما قالتلي يا حبيبي انا رحت جبتلك فرخة بربع بنص جنيه وانا شكل سامير غانم الله يا ابحRebug قالت انا كويس ده انا كنت باشترا باتنين جيني قالتلي بس للراجل عاطاني القفص بتاحها بخمسان جنيه في اه في ايه? طيب انا لما اجي راجل بصفتي او ان انا ممكن اه يعني باجيت بعض الكلمات العبرية. شنة ده ايه? ما هو ده? شنة ده اسم عبري. عارفة معناها? رامسيس. معناه ايه? مش راميس? مش ده المدينة المصرية اخر مدينة اللي خرج منها بنو اسرائيل في رحلة خروجهم من مصر? انا ممكن اقول ده طبيعي يعني انت ايه اتدخل شنة? فانت الخيال بتاعك علمي. يعني انا اقول دلوقتي ان انت مسميه الكلاب والقطة والكلب. ولا كان هم راميس ولا رامسيس ولا شنة كلام عبري. لا حاج ما تعرف اسمه كده ما اخدتش بالك. ما تعرفيش. لازم يبقى فيه حسنينية. لكن اقول انها صورتك. واستغلت انا كنت مغير. وبعد كده اكيد بقى كان في التوالدت اكيد فيه تصوير وعا في ايه? وبعدين ايه حكاية ان ايه ليك الواوة بوس الواوة كانت هي وعايزة وزودة ويروح لها مايروح لاش. وامش عارف ان يجيبوا رجالة من غير ستاتهم. ايه الكلام ده? ايه الكلام اللي على المجتمعات اللي عمر المجتمعات العربية او المجتمع المصري يتقبلوا حتى من امرأة انها تقولوا. ايه الكلام انتو كنت بتعمله ايه? هو كان في ايه? انتو عايزين توحلوا الناس ان كان فيه تبادل مش عارف ايه? في ايه يا جماعة? ايه اللي احنا بنسمعه ده? ايه الكوارث دي? لا ده من حقها. انت بتتهميها بالابتزاز. انت بتتهمي عبير بالابتزاز. زي ما اتهمتي ام اه عبد الرحمن او ام عبود. وام عبود خدت اجراءات. كانت سكتة بس خلاص خدت اجراءات. علشان خاطر البنك هو اللي يقول بقى مين? والحساب ده ايه? واللي جاي عليه ايه? وده ايه? بعيدا عنها تماما لانك تشككتي في كلامها. وحتى الصوت اللي انت بتقولي فيه بتاع الحجاب موجود عندها وكان موجود في المقدمة على ما اذكر صوتك. تقولي لا والله انا ما عملت. وصوتك ايضا وانت موجودها في الفيديو وانت بتقول انا بعبد ربنا انما هي بتعبد ايه? مش على امو عبد الرحمن. تتكلمي على عبير. ده ازراءة ديها. ما كنتش عارفة يعني ايه ازراءة ديها? ما تعرفش يعني ايه غسل اموال وطبيض اموال? لا عرفناك. واكيد هيبقى فيه جهات. وزي ما قلتلك انت غلطي لما قلتك. اللي عاجبنا بقى في الفيلم ده من الزوج. الزوج حزر. ما الف انت حزيرك يا عم الحاجة. حزرها اني مش عايزين حياتنا تطعرت. تعملي له فيديو هو برا خمسة وخمسين دقيقة. راجل بيقول لك ما تجيبس سريت حد. خمسة وتقول انا عامله زوجي برا يا فرحتي يا فرحتي. وانت كده تبقى عملت بوصيته. الزوج عارف واقيل لك لا تتكلمي في دين ولا تتكلمي في سياسة. اتكلمي في يوميات اكلك وشربك حتى لو تعرضت الضغط اعملي نفسك مش شايفة. لا تكلم كلمة ولا رد ولا حاجة. بل هو اعتزر لمدام عبير. وقال لها حقك عليها وما تكونيش زعلانة وحقك عليها. ولبنتك اه مونيكا الراجل لما هي لقت رسالة من راجل لنحية بنته مع تحفزها وتحفزنا كلنا عليه وتصرفاته. لان تصرفاته لا طالق ابدا. واللي بيحفر ده كلته منه. فرقت انها بتقول له وانت ما فيش اي يعني عايزة تقول له ما فيش اي خصومة بيني وبينك. ولو حبيت تيجي اسباني على الرحبة والساعة. كاخ. مش عشيه. ليه انت عايزة تزبغي ان العلاقة. دايما عايزة اتعرف المتابعين بتوعك ان كانت عبير طمعانة في زوجك. ليه عايزة تحسسينا ان زوجك هو اه يعني امتابة شاب. ليه ما عرفش. ليه عايزة تحسسينا ان هو عمر الشريف في شبابه او احمد رمز. ليه هتبصله في ايه? هو ما فيش شباب. يعني عيب يا جماعة. ده بيت ده انتم الصغيرين. ليه كده? ليه كده? يوميات زمن الطيبين. بقى انت ما لقى تشغل يوميات زمن الطيبين. وتقول الست اللي هي منطقة اللي بتبلى علي. لا والله انت اللي مكلمها. اجهزة التحقيقات في المملكة العربية السعودية. هتزبط ذلك الكلام. الرجل زوجك قال لك ما تتكلميش. ما تعمليش تروح تقولي ده احنا دفنينه سوا. وشوف انت بتهرب مين وتعملي مين? والسياسيين بقى والمجرمين والتمويل. في يا جماعة. لما انت قلت فيه ست. اه كنت تعرفها. انا عارف انت بتكلمي على مين. تتكلمي على الستة الاماراتية. مظبوط. هي. هي. ستة اللي مرة اعملت لك ايه? بعتت الايبادات للعيال. الموبايلات. الترنجات. كده ولا مش كده? طلعين تطعنوها برضو? ادخلوا مع حرية ومع السعودية. دخلت الاماراتية. دلوقتي بتتبحوها? بتتهموها? ان هاللي بتصرب لكم? لفلانة? وقالت لها وعمل لها? ما تسألوش عني انا فيه? ما تسألوش انا قلت لكم انا راجل خبير متخبط. لا. محدش اقلك عشان انت بتسميش انا? ولا رمسيس? رعميس? وحنتكلم في الكلام ده? انما فيه ايه يا جماعة? اه بتقولي وعابير لو فتحت حنكة الناس اللي عندي. كانوا صرف الكلمة معلش متزعلش بني يا مادام عابير. اه يطفوا عليها ايه الالفاظ دي? ايه الالفاظ دي? بعد ما رحت فالنسيا وقلت شايفيني مزرعة. وعابير دي مش عارف ايه? يا ربي بس المايك ايه? وعابير وزكار وناسه. وانتوا شفتوا تربيتها وتربيت عيالها. وليه? ده هي قالت انا مش هقول. قالت مش هقول اي حاجة تخص اولادك. ها? يعني انا ما عرفش ايها هتقول بقى ولا لا? قالت انا عندي بنات وما اقدرش اقول. وانا بقى بطلب من عابير ما تتكلمش كلمة واحدة. وعيب يا جماعة. وانا بقول لكم وتعجبني يوميا في زمن الطيبية. تقول لك اي ستة عايزة تقابلني تقابلني برا. نعودوا على كافيه نعودوا اه في محل التسوق اللي انا شغال فيه. وكده. محدش يجبيت. عجبيتنا او كان في بس مباشرة كنت انا رحت عندها. قالت العلاقة اللي بيني وبين ايوتيوبر. كزا. اتهمت ان ام عبد الرحمن انها ايه انا وهي وآآ جات وروحنا لاماها ومش عارف ايه وعملنا ايه. وانكتب. والستة بتقول النهار ده بسنة الفين وتسعتاشر ما دخلتش اه ما جاتش مصر حتى ما زارتش امها. يعني بقى لها اربح سنين ما زارتش امها. والله انا هتشرف بها الاول. وربنا يعلم انا اه ضاغط عليها قد ايه? قالتلي حمفجر. قالتلي حمفجر يا استاذ عادل. سيبنا عشان خطر. قلتلي طب عشان خطر. قالتلي طب اخر فدي بس انا عارف مش هيبقى اخر فدي. لانها هينطلع عليها وحتطلع. ويمكن تعمل القناة التانية بتاعتها النقد البناء والغير بناء. كله بيعمل كده. وعلى فكرة انا برضو واحد من الناس ما بيهمني. لان اي واحد بينقض عادل فتحي. وبيوجه له نصايح تعظيم سلاحة. اي واحد بيشتب. مش هتفرج على واحد بيشتب لي ليه? واحد بقول كزا. ما انا عارف ان ده موجه. مش همصله. لكن انا هبص الواحد بيقول مسلا انت تجوزت. انت في صف عبير. ليه انت مش عالحيال? ليه بتظلم مدم مفترية? ايه? هقول هتكلب في حاجات. لكن فيها النهاردة كارسة. لا. طيب. بصفة خبير متخبر. المطلوب ايه? لو بتقدم انا بقدم نصيحة برغم كل ده. ليه مفترية? المفروض تغلق قناة. تغلق قناة. مش تغلق قناة. مش تغلق قناة. انا من عند قناة ايه? والله واحدة بقالت ثلاث اربحة اشتر. ما نزلت عليها حاجة. قناة من الصغيرة دي ما تنزلش عليها خاطر. وكل يوم او يوم بعد يوم. مش مشكلة. لو باخد عشر تلاف دولار في الشهر. لو بقوا خمس تلاف دولار. وانا عصابي هدية احسن. اربح تلاف دولار افضل. تلات تلاف دولار افضل. وتعمل فيديو كل يومي. وتبقى في محتواها اللي هي هتختار. لها دعوة بده. وتقدم. تقدم اه مش تبقى غلوية. لا. ما تفضلش كل شيء تقول انا كزا وكزا وكزا لا. تقول انا بتأسف ان كان حصل مني تجاوز لاي قناة سواء قناة نقل او غير قناة نقل. انا اسفة وعافى الله عما سالك. وانا كنت بمر ايمكن بظروف عصبية وصحية. مش طبيعية. وانا بتأسف الجميع. تخش في محتوى. انما بالطريقة دي فيديو على القناة دي. وفيديو على القناة دي. واتتابح كل القنوات. ما فيش قناة اسمك ما بتتبعهاش. والنهاردة انت خلاص حتتلقافي من القنوات. انا اللي بقولك. تلاتين قناة خمسين قناة هلقفوك الباع على طول كده. كل التحية ليكم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.